اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة دلوقتي المهمة التارجت اللي بيعمله او التسكن اللي بيعمله ده اللي هي المهمة دي بالزاد داخلها ممكن ما يرجعش تاني ممكن يموت لا قدر الله في نفس الوقت هو شغال بيها ايه بقى توطر قلق خوف صويت عويل نحيب موجود حواليه ليه يا عم الناس بتشتغل ايه يا فندم المنقذ المنقذ الغوص لما حد يا فندم يقولك ده فيه جثة وعايزين ننتشلها ولا تكون جثة بقى اعداد كبيرة جدا والاهالي موجودين بره على الشط وحطين امالهم كله في الغواص ده او الغطاص ده او المنقذ ده انه هينزل يجيب الجثمان ده علشان يشوفوا عيالهم لاخر مرة يخضوهم في حضنهم قبلوا ما يوروا الثراء يا انهى ربياد ده ايه تعب الاعصاب ده بصراحة شغلانة متعبة جدا قبل بقى ما نخش على ضيوفي احب الاول اعرفكم بيهم واحدة واحدة نتعرف الاول بالاستاذ المحترم كابتن واقل شعبان ازاك يا كابتن طبعا حضرتك مدير وحدة الشهيد احمد منسي للغوص والانقاذ النهري تمام يا فندم وحضرتك كمان صاحب مبادرة سطرات لكل مواطن تمام وانعرف يعني سطرات لكل مواطن دي عايزين نفهمها تمام وحضرتك كمان بتنفذ مبادرة مصر بلا غرقات تمام يا فندم ومعنا الاستاذ عامر محمود عامر تمام حضرتك بتنشؤ دلوقتي حاليا وحدك ده في الشرقية مصبوط يا فندم تمام انا عرف ده كله ان شاء الله بالتفصيل بإذن الله اول حاجة احب اعرفها من حضرتك الوحدة بتاعت حضرتك وحدة الشهيد احمد منسي سمعين يا جماعة شوفوا الاسم شوفوا يعني الاسم نفسه شرف الاسم نفسه شرف اتأسست يا فندم فين وامتى الفكرة جاتني اول حاجة يعني احب ارحب بأسرة برنامج قناة الصحة والجمال ورحب بك يا دكتور شادي اهلا بك على الاستضافة الجميلة دي وطبعا اوجه الاول التحية والاجلال للسيد رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي تمام ورجال القوات المسلحة المصرية ورجال الشرطة البواسل رجال العيون السهرة تمام رجال الحماية المدنية ابطال الانقاذ النهري اللي بيضحوا بارواحهم اجل انتشار الجسامين تمام الفكرة جاتني عام 2012 عندما استطعت انتشار احد الجسامين من المجرى المائي لترقت القاصد وهو كان للشاب حازم صبح سلام تمام ان شاء الله فكرت بقى بعد منها ان انا امتلك معدد غوص وبعد كده بقى اخدت دورة في نادي الكشفة البحرية عام 2014 تمام وكان ليه الشرف ان انا اللي كان بيشرف على التدريبات مدرب الدفاع البشرية الكابت النبيل الشازلي بنفسه شخصيا ده في قوات المسلحة ولا ايه لا ده ده في نادي الكشفة البحرية تمام كانت دورات مدنية في عام 2014 وتعلمت على ايد الكابتن مصطفى محسن وان شاء الله اخدت الدورة دي عام 2014 بعد كده بقى عملتها الاول كانت وحدة الانقاذ النهري الخاصة المجانية تمام تمام بعد كده جالي تكريم من حوال انسان سيادة المستشار عماد شالي ميناء برئيس المنظمة المصرية العربية لحوال انسان والتنمية زارني وعمل لتكريم ودنشهدي التقدير على المجهودات بعد كده اطلقت عليها واحدة الشهيد احمد منسي مكرها قرية سرد مركز اطور محافظة الغربية تلك القرية العريقة يعني القرية دي قدمت العديد من الشهداء على ارض سيناء الحبيبة تمام منهم الشهيد السيد منتصر والشهيد بسيون خاطر والشهيد محمد ابراهيم الاسوالي تمام واخر شهيد كان الشهيد محمد عبد الحميد ماصر بلال طالت يد الغدر والارهاب في العمليات اللي في سيناء الاخيرة وبلد علماء منهم عالم الازهر العالم الجليل فضلة الشيخ عبد العزيز عباس والدكتور اشرف شلبي فايد تمام طالت يد الغدر من مساد الاسرائيلي وقتل خارج مصر بلد اذا هتكلم عنها ان هي انشأت فيها وحدة الشهيد المانسي فهي تستاهل وحدة الشهيد المانسي انطلقت من قرية سرد لجميع محافظات مصر خدمة العديد من المحافظات والمراكز عندنا بنابزة صغيرة كمان بس لو حضرتك لا يا فندم تفضل احنا بصدفينكو النهاردة عشان عشان دين مبادرات اللي احنا عايزين فعلا مصر كلها تستفيد بيها عندنا كمان مبادرة اطلاقت من قرية سرد تمام حملة ادارة الازمات داخل القرية تحت اشرف عمدة قرية سرد العمدة الشاب ردوان العيسى وفايد تمام هو اللي بيشرف على المبادرة ديت والمستشار القانوني هشام جمال العيسى وفايد والاستوز هيسم جمال العيسى وفايد والمستشار القانوني استوز براهيم خليفة استوز سامير يوسف لاشين ده ادجينا هكيب للقرية كلها نمازج مشرفة نمازج مشرفة دكتور عصام فاوزي ممكن نصدفهم كمان بس انا عشان نلحق بس انا عايز اعرف المبادرة بتاعتنا ده مهمة المبادرة بتاعتنا بدأت بقى امت سنة كان بدأت فعليا بقت في الوحدة فعليا من 2015 انطلقت الوحدة وبعد كده اما جالت احكريم حول انسان انا سمتي الوحدة على اسم الشهيد البطل احمد منسي تمام وانشأناها وان شاء الله يعني خدمت جميع محافظات مصر وانتشرت العديد من الجسامين شاركت في حملة القضاء على التمسيح اللي ظهرت تمام فعليا كان في فعلا فيديوهات كتيرة جدا عن موضوعه تمام الحمد لله طب لا لا ما تجريش بقى في الحتة انت كده جتلي في حتة بره الموضوع بس مهمة يعني يعني اولا بص حضاك الصور هنا هتطلق دلوقتي على الهواء المفروض اللي بيقولي في الكنترول هتطلق دلوقتي الصور بره التمسيح على الهواء دلوقتي دلوقتي حضاك التمسيح دلوقتي حاليا نقول ما بقاش فيه تمسيح خلاص لا لا ما فيش ان شاء الله لا بس انا شايفك بسم الله ما شاء الله ماسك التمسيح كده بقى ريحية كده وقاعد مبسوط كده عادي فارس لا لا يعني السعادة اللي انت فيها دي يعني كأنك ماسك قطة صغنانة السعيد لان الموضوع كان عامل زعر الاهالي وكنت سعيد جدا ان احنا تخلصنا منه لان هي كانت نتيجة تربية احد المواطنين لتلك التمسيح والقاب المجرى المائيين تمام كانوا عدد اتنين فتكاثروا بقى لا ما تكاثروش حصلش عندنا تكاثر وبعدين الحفرات بتطهر باستمرار مش هيحصل تكاثر في مجرى مائي الحمد لله تخلصنا منهم كان الاول طوله 50 سمتي والتاني طوله 72 سمتي لا لا بسم الله حالك بول انا بس المستغرب لو انت سعيد انت انقصت يعني انقصت الناس ماشي بس ايه السعادة وانت مسكوا يعني يعني لازم تتصارب السعادة لان احنا كمنقذين او غواصين هننزل الميا دي التأثير هيكون علينا احنا كان معايا متابع العميد وسام ملاك مدير الحمال المدنية في الغربية وبشير بيو عمر رئيس قسم الانقاذ النهري وكان معايا المهندس حسام مدير هندسة رأي اطور والمهندس محمد البيالي انت مصمم تجيب القرية كلها احنا هجيب لك القرية كلها هنا اهل الغربية المشرفين ومجموعة من الصيادين اللي شاركوا معايا طيب هاسأل حضاك بقى قول لي اصعب رحلة بحث عن غريق او عن غرقة يعني اصعب بقى اصعب حاجة هما اتنين كان الشهيد محمد صابر ابن مدينة الاكسر عشيرة العتامنة هم من عشيرة العتامنة وغرق اثناء التقاطه احدى صور السيلفي من اعلى كبرى قصر النيل طيب السؤال هي الصعوبة كانت فين العاية في الماية النيل بتبقى فيها طينة وتبقى معتمة وورد النيل والكلام ده دي فعلا الصعوبات ولا في حاجة غيرها لا في صعوبات طبعا كتير لان انت كان العمكة 25 متر تمام في تلك المنطقة يعني يعني نتكلم في عمارة تقريبا تمام تدور عمك اه طبعا تمام وبعد كده احنا مساحنا لان مجرى النيل متفرع جزيرة الوراء وداخل تفرعتين كان معايا معايا المستشار احمد عبدالسطار رئيس المنظمة المصرية العربية لحول الانسان والتنوية بذات وعلى اللنش تمام مساحنا 40 كيلو طب منت النجو سماني ما مشاش وبعد كده رجعنا ده في اليوم الاول تمام اليوم التاني الحمد لله ربنا وفقنا وانتشلناه ساعة ثلاثة العصر من قدام مابنى ما سبيره ومابنى الإزاع والتلفزيون دي كانت أصعب بيضا دي دي كانت صعبة لان احنا مساحنا 80 كيلو طيب اسمحلي بقى انتقل للأسوزة عامر وسألوا نفس السؤال ايه أصعب حاجة لحدك شاركت فيها في إخراج جثمان او جسامين دي كانت الشهيد محمد دياب دي احنا خدنا 90 كيلو باللنش مساحنا بيها البربخ ومساحنا بيها الكباريو ومساحنا بيها بقى اللفرة وبتاعة الترعة تمام فدي كانت أصعب حاجة يعني احنا نمشي 90 كيلو من الزوامل وحداك فان الفيديو فان حدك ما انا عششها وقت وحداك برضو تفضل او تمام ده الفيديو بتاع العملية بتاعة الشهيد دي بتاعة الشهيد او محمد دياب او تمام من الزوامل لحد الإسماعيلية حوالي 90 كيلو كانت صعبة جدا فعلا البحث استغرق اكتر من 25 يوم يعني فترة طويلة جدا طب الجثمان هنا فاندم طلع ايه وضعه بقى طلع بعد 31 يوم 31 يوم وكان لسه في وليسه سبحان الله طب حدك فاندم بتقول شهيد او ايه اللي حصل يعني عشان لك هي حادسة انت مسميه شهيد ولا كان في حاجة معينة الشهيد من مات غريك مات شهيد وصلت يا فاندم انت حدك واخد دي من الحديث قصدي انا بشوف هو كان قصدي بيقوم بشغله ولا عشان مات غريك عشان مات غريك تمام فالله يحمى ورب يحسن إليه طيب ايه اكبر بقى حضرتك عدد من الجسامين طلعته سواء في يوم واحد او في حملك هذي كزا يوم يعني الاجمالي التوتل حوالي 65 جثمان ده في كم يوم ده حوالي لا ده ده على مدار شغل الواحدة منذ انشاءها اكتر يوم كان حوالي من 7 الـ 8 جسامين يا خبار بقى ما كانش فيه هو تقريبا يعني شباب بتبقى بتتعلم السباحة للأسف في المجرى المائي تمام عندنا ترعة مات يزيد وترعة القاصد وفروع النيل لان انت عرف طمطة يعني تعتبر وسط الدلتة ما بين فرعين النيل الرشيد والومياط بيبقى في حالات كتير بيجينا مثلا بلاغات على الصفحة أنا بس يا سأزم بس برضو اوضح يعني نقطة بس للسادة المشاهدين اللي يا فندم ما يعرفش يعني ايه ترعة في المدن الصغيرة الترعة دي يا فندم ما بتبقاش ترعة يعني حاجة دياءة لا ده بتبقى يا فندم متسعة جدا وبقى فيها بيقولوا عليها كمان ساعات رياح لان فيها طيار مية والمية فيها متجددة والطيار ده على فكرة لو ما انت السباح سباح ممكن يسحبك ففي ناس جدا بتخدع ويقولك الدنيا هادية لكن لا الدنيا مش هادية ده زائد كمان فيها كمان دوامات زائد كمان بيبقى فيها ساعات بعض من ورد النيل فبتبقى الدنيا بتبقى وحشة جدا وكمان عندنا مشكلة مجرى النيل فأي حتة في مصر بتبقى المية بتاعته معكرة لانه هو الطربة اللي تحتيه طينية فدايما تلاقي قصة معكرة يعني يعني رحضاك وصولنا ان احنا شلنا سبعة او ثمان جسامين في يوم واحد طيب بالنسبة لك انت عزيز عامر يعني اقصى عدد طلعت في يوم كان قديه لا بص حضرتك احنا لسه في البداية عشان احنا طبعا الفرقة اللي بتتنشأ جديد بتاعت المهندس محمد دياب تمام دي الفكرة اللي اخترع علينا الكابتين واقل قال لازم تقوم هنا في فرقة ده اللي هو يا فندم الشهيد اللي حضرت طلعته بعد واحد وثلاثين يوم سميته باسم الوحدة في اللي تبقى في الشرقية ان شاء الله مش كده فين في الشرقية بقى الزوامل في بلبيس تمام يا فندم تمام دي ان شاء الله بدأنا فعلا بالفعل تدريب الناس واسميهم وبنا ننشأ الفرقة هناك ان شاء الله ودي جات من الفرقة من كابتين واقل وكابتين قابل ملحي مع الحج عبدالعزيز عم الغريق والحج فريد حبيب وطبعا هناك اهل من الكثير رحبوا بالفكرة طبعا هتخدمنا هناك كلنا لان المنطقة هناك عندها ترعة اسماعيلية ترعة كبيرة جدا وطبعا زمان تحرك قلت الطيارة عالي اللي هناك تاخد من نصف ميل في حوادث كتير جدا هناك يعني باستمرار لان الطريق ده طريق زراعي واخد من القاهرة اسماعيلية فدايما باستمرار في حوادث فقلنا لازم نعمل الانشاء الوحدة دي على اقل تخدم البلاد المجورة والقرى وتخدم مصر وطبعا تنفيزا للمبادرة بتاعت السادر اسم عبدالفتر تمام يا حيسي ماشي مصر بدون غرقة ان شاء الله ونكون برضو نعمل خلف الدولة ومؤسسات الدولة واحنا معها ان شاء الله ان شاء الله فانت بإذن الله الله يحب ليه هاني كابتن واقل ركز معاه كده بقى في الحتة دي عشان ده انا عمش عايز برضه دي بلوماسي لا انا موزيع ريخي مشوهدين لا على رأس عايز رأي عايز رأي اقتنع بيه تمام رأي اقتنع بيه تمام حضرتك دوقتي لقدر الله نازل المهمة دي واكيد حضرت في اعتبارك ان كفى الله الشر والعاذ بالله ممكن ما ترجعش تاني تمام صح وده انا غضر يعني مش عايز اقول لحضرتك سواء غوص مدني او غوص طبع الحماية المدنية او طبع الدفاع البشرية هو نازل 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 بلا رجع تسعين المهمة مشوه تبقى نازل بلا رجع تمام فده احنا طبعا نحطين العمل ده ان حاجة تكون عند ربنا تمام بنبقى مستشهدين قبل النسول تمام وحاطت ان الواحد لو لا قدر الله يعني ما حصلهش نصيبه طالع فهو ان شاء الله هيكون بإذن الله في منزلة الشهداء يعني هو يؤدي عمل انساني وعمل خدم من الدرجة البولية طبعا ربنا يديه طولته عمره الصحة وهي طبعا يعني انت افهمتني بصراحة بالاجابة انا قدت متوقع اجابة دوليناسية بس اجابة ما فيش احلى من كده بصراحة طيب حضرتك بقى فيه ببادرة كده حضرتك كنت قلتها اللي هي بتاعت سطرة لكل المواطن سطرة النجاة سطرة النجاة لكل المواطن بتاعت ايه فين يعني وش معنى وكل المواطن يعني المواطنية ماشية في الشارع مثلا لا سطرة النجاة سطرة النجاة انا لاحظت في اسناء عملية في فترة البحث عن الجسامين الفترة اللي فاتت قابلني معديات كتير على مغرى نهر النيل او الفروع او كده فلقيت ان المعديات دي ما فيش اساسا علىها سطرات نجاة سطرة النجاة مش غالية يعني كل عشر سطرات بألف ونص تمام لو كل مالك معدية جاب عشر سطرات نجاة والمواطنين اللي هيركبوا يعدوا مثلا مع المعادية يرتدوهم لا قدر الله لو حصل حالة غرق للمعادية وجده مش هيكون عندنا وفاة طيب هادلو من حضاك بقى حضاك تشرح انت للسادة المشاهدين المعادية المعادية اللي هي المركب اللي بتعدي من الشط للشط تمام يعني مثلا عمدنا في الغربية في معديات من الغربية للبحيرة الشط التاني نسبة الامان فيها كاما؟ صفر في المية بالزبط لا زينا وصبر اه طبعا هنا يا فندم حضراتكم برضو من المدينة ما يعرفش كامل احنا بنقوله احنا برضو من المدينة ومدينة الطنطة مدينة يعتبر مدينة كبيرة يعني لكن اكيد مش قد القاهرة لكن حضراتكم يا فندم هناك فيه لما تيجي ريح او ترعى تعدي من حتة لحتة مثلا بعرض 20-25 متر فالناس مش هتلف توصل للكبري بعد 2 كيلو عشان تعد من عليه فبيعدوا عن طريق مراكب صغيرة المراكب دي فعليا نسبة الامان فيها زيرو بالزبط اعتبروها حتة خشبة مسلطحة كده على المية مسلطحة على المية شكرا والناس وقف عليها وبتعدي ومرسي ده حتى ما فيش ماء ديف اظن بقى عبارة عن حبل مربوط من الجنب ده للجنب ده والراجل اللي هو اللي بتاع المعدية بيحرك كده بيده علشان يوصل للنحة التانية وشكرا يعني من اخر صفر امان هنا بقى تظهر اهمية اللي مش عارف تظهر اهمية يعني هي سطرة نجاة لواحد كبير في السن لواحدة ست للطفل صغير ليا اخي الشاب ما بيعرفش يقوم فلو قلبته ده احتمال كبير جدا يحصل في اي نقلة منها يبقى الناس دي ما تغرأش وحرم يعني تنتهي الاعمار بهذا الشكل الغريب يعني طب تمام طيب هنا بقى حضلك بقى يعني انا هسأل حضلك سؤال انا واحد اتعلمت العم على كبر انا هو تمام العم على كبر تمام وتعلمت فقط لغير بس عشان نتقاش منزلي وحش بالامانة ما ينفعش نسرى بالبط في حمام السباحة والتانية ماسك في السلم وبرداش اتحرك من جمع مش عايز اقولك يعني فقلت ده لازم اعوم فبقيت بعم بالعافية اللي هو انت عارف انا دواتي بسم الله ما شاء الله بعرف اعوم اللي هو بيقول عليه اللي هو الفاهم انت اللي هو ماليوش لازمة ده تمام وإيه وبغرق الاربع غرقات بص بقى الاربع غرقات انت عندوك الاربع عمات انا عندي الاربع غرقات بغرقهم تمام تمام ممكن واحد في سني يقدر يتعلم الغوص او الغطس ده سهلة جدا تعليم السباحة والغوص لا ما يلقي حالك بمعنى يا انا مسها مغوص بس فقط لغير ولا ممكن ابقى زي حالك مسها صبح حالة من المراحل بكوتل تدريب ان لو لقدر الله في حد بيغرق انا ممكن انقزه اكون سبب في انقص حاليا طبعا احنا حاليا دلوقتي في الفترة الحالية كل مكان بننزل ننتشل منه جسامين بنعمل فيه مقر الفريق غواصين الخير على مستوى الجمهورية دلوقتي نشأنا المبادرة تمام بدأت من مطروح اسكندرية تمام جميع محافظات مصر الغربية حاليا نعملنا الشرقية لفت جميع بلاد الدول العربية تمام جميع الوطن العربي المبادرة حاليا اسمحني هنا حالك بقى انا عايز برضو اوضح للسادة المشاهدين حاجة هنا يا جماعة مثال العمل الجماعي مفيش بقى واحد لوحده مفيش حد عايز ظهر في الصورة رغم انها لسه واخد على قطري من معالي وزير الشباب والرياضة عشان مشكلة عصام جميل الكابتن عصام جميل ولسه ما تحلتش بس انا اقول برضو اللي لا واللي علي دي بقى عمل جماعي ملوش حل اولا وزير الشباب والرياضة متابع رئيس اتحاد المصري والعربي في نفس الوقت للغوص والانقاذ موجود موجود فريق غواصين الخير موجود فريق المبادرة بتاع مصر بالغرقة موجود فرقة الشهيد احمد منسي في الغربية موجود فرقة الشهيد محمد دياب في الشرقية ايه يا جماعة في ايه وهو ده بقى اللي احنا عايزينه يكون موجود في جمهورية مصر العربية نسيبنا من الشغل الفردي ونركز في العمل الجماعي ده يا جماعة الامثلة اللي احنا عايزين نعرضها هنا وبنتشرف انهم يكونوا موجودين معنا نورتوني يا فندم شرفتوني يا فندم وجد سعيد جدا جدا بوجودكم معي. ده تين اتنين. اه لا انا استأذنك بسرعة انهما وصف الكنترول لهم بوقتنا خلص. انا معي سعادة تقوى. ده عجه الشكر اه من الشيخ غواصين من مصر. كابتن محمد عوض. ايوان. تمام. والكابتن اهاب الملحي القائد العظيم. والعميد طيار اهاب عاطف. تمام. والكابتن معروف محمد. والمستشار هادي غازي. طيب. وكل اخوات. وحبايب. ان شاء الله احنا لقاء تاني. شرفنا يا فندي مشرف لنا. دي الحاجات اللي احنا يا جماعة بنشرف لما تكون موجودة معان. اشوفكم على خير في الحلقة الجاية. وانتظرونا معانا حلقة كنبلة. معانا حلقة كنبلة. هخليها سر رأيتم قابلكم مرة الجاي. يلا. السلام عليكم. اشتركوا في القناة.